أطفال اللي عندهم فرط حركة وتشتت انتباه ممكن أنهم يعانوا من أشياء مصاحبة مثل مشاكل سلوكية تؤثر على علاقاتهم مع الآخرين لكن ممكن كمان يكون عندهم اضطرابات مصاحبة لفرط الحركة وتشتت الانتباه فدائما لما يشخص الطفل الطبيب النفسي أو الأخصائي النفسي ينظر إلى جميع الأشياء هذه من ناحية أنه نتأكد أن الطفل يكون جودة حياته جيدة فمشاكل سلوكية سواء من ردة فعل الآخرين اللي يتشتته أو فرط الحركة اللي ممكن يسبب اندفاعية ممكن يسبب أنه ما يفكر قبل ما يتصره فيصير عدواني وهكذا ترجمة نانسي قنقر